من أفضل لعب استمادي في الدوري العام كله؟ مش في الأهلي بس في الدوري طبعا علي معلول كله علي معلول بالتأكيد أفضل لعب فيه سواء أهلي زمالك برامة كل الفرق علي معلول ليه؟ علي معلول عنده شخصية مش مجرد باكلفت اللي هو ييجي ويعمل عرضية لأ عنده شخصية لعيب تحس إنه فيه شخصية النادي الأهلي شاء المباراة كتير جدا غيابه كان بيفرق كتير جدا مع النادي الأهلي لما بيغيف بعض المباراة الأرقام بقى لما نشوفها هنلاقي أرقام قوية جدا 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 أولا علي معلول لعب السنة دي في الدوري 25 مشاركة 25 مشاركة هدف الفرقة جايب 7 أهداف أكثر من صنع أهداف 7 أهداف أكثر من صنع فرص 37 فرصة أكثر من أرسل كرات عرضية 216 عرضية العلي معلول في الدوري المصري بمعدل 8 أو 6 يعني أكثر من 8 عرضيات في المتش الواحد لعلي معلول ده السلاح الفتاك للنادي الأهلي المعدل معدل الإتقام بقى لعرضيات دي 25% على فكرة رقم كويس 25.5 بالنسبة للعرضية على المواسم اللي فاتت مش وحش لأن فيه باكات تاني بتوصل 15 و 16 و 20 أكثر من 20 أعرف أنها نسبة كويس يعني أنت عمل 216 عرضية لو أتقنت في 50 أو 40 عرضية دي أعتبر رقم متميز طبعا لأنت بتتكلم في 216 عرضية رقم كبير جدا سلاح فتاك للنادي الأهلي طب هل مقياس العرضيات هنا عندك يا أحمد من أول ما يوصل لل 18 أول حاجة عرضيات يعني هي كلمة العرضيات عشان نشرحها للناس أول حاجة ممكن اللعب يوصل لأخر الخط ويعمل العرضية ممكن اللعب ما يوصلش لأخر الخط ممكن ضربة سابتة ممكن ضربة ركنية لأن علم علول أصلا متخصص لعبة ضربات السابتة والضربات الركنية في النادي الأهلي مضبوط فده هو بيديك كم عرضية في الماتش الواحد أكتر من 8 عرضيات 8 عرضيات رقم كبير جدا وبتتكلم في باك شمال هو أكتر من صنع فرص في الفرقة يعني ده صنع علعاب مش باك شمال وأكتر من صنع عهداف وأكتر من سجل يعني أنت بتتكلم في كل الأرقام هو أكثر 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 من سجل وأكثر من صنع عهداف وأكتر من صنع فرص وأكتر من أرسل عرضيات كمان من أكتر اللعيبة عاملة محاولات على المرمى في الفرق ما هو مش الأول ولكن هو من الأكتر عامل 35 محاولة بنسبة نجاح معدياً نصف 54% لا وفي نقطة كمان مهمة هو اللي افتتح التسجيل الامبارح هو ربنا كرمه وتوج مجهوده طول الموسم وتعبه بهدف في مباراة الحسم عشان دايماً نفضل فاكرينه لا والفولو اللي بيعمله انت بتتكلم في الفولو المفروض ده باك لفت مش راس حربة لا الفولو اللي بيعمله لعيب عنده إحساس بالمكان وإحساس بالمنطقة اللي هو فيه هو قلب على جناح يعني هو مش مرزا هو قلب على جناح علي معلول قدرات هجومية رهيبة تعرف لولا غياب معلول مع المنتخب التونسي كان يوسف المساكني بقى أشعر نتاني في البطول كان فرق كان فرق جداً وعلى فكرة برضو من سر تقلق علي معلول رمضان صبحي رمضان صبحي هذا الجناح اللي عايز أتكلمك عليه بالزبط رمضان صبحي لما بيلعب قدام علي معلول بيعمله جابها قوية جداً 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 بيفري معا جداً لأن رمضان أصلاً من أكتر اللعبة اللي بتلمس كرة في الملعب فأنت بتتكلم إن برضو علي معلول قطع الكرة 200 وخمسة مرة رقم كبير جداً من أكتر اللعبة اللي بتبني الهجمة من تحت 200 وثلاثة تمام بنسبة نجاح 58% يعني علي معلول بيبني الهجمة بيصنع فرص بيسجل أهداف باك شمال هو يستحق لعب الموسم جاب كمان أهداف حسمة في توقتات حسمة ماتش الاتحاد ماتش الجيش ماتش بتاع المبيرح بتاع الحسم هو اللي فتح التسجيل وبالتالي أعالي معلول بصراحة يستحق التحية ومسته كمان إن هو بيحب النادي الأهل قوي يعني أنت بتاخد من اللعيب اللي أنت عايزه لما تلاقي بيحب النادي قوي بالذات المحترف عايز أقولك كمان مشاركاته في البطولة الإفريقية السنالدي مع الآله في البطولة على غير دوري الثمانية من اللعيبة اللي كان لهم تأسير إيجابي كان مؤثر جدا بعلا كان مسجل تقريبا هذا هدفين وصنع هدفين وكانت من أخطر اللعيبة اللي عمل تأسست في دورة أبطال إفريقيا وهو دايما علي معلول علي معلول وإحمد فاتحي في كل الإحصائيات بتاعاتهم في دورة أبطال إفريقيا هم من أكتر اللعيبة إرسال العرضيات دايما النادي الأهل قوته في دورة أبطال إفريقيا تحديدا البكات. كان احمد فتحه وعلي معلول ودخل معهم طبعا محمد هاني. طيب. نسبة دقة التمريرات الطولية. تمريرات الطولية بمعنى ايه? يعني بيحضر الهجمة من تحت. زي مثلا ايمن اشرف لما بيجي ابن الهجمة. علي معلبي بيبازيهاله فا ايما علي معلول يبدأ يحضر الهجمة من تحت. دي برضو مش تشتيت. لا. تمرير طولي يعني انت بتلعب لرمضان. تلعب لازارو. تلعب لصالح جمعة قدام. ده دي حاجة مهمة جدا. بتأكد ان اللعيب ده محور بناء الهجمة من تحت. يعني انت لما تيجي تدرس الارقام. تقول ان اللعيب عامل متين وثلاثة تمرير طولي. اذا لو انا مثلا بلعب النادي الاهلي لازم اضغط عليه معلول من من فوق ليه? لان هو بيحضر الهجمة كتير من تحت. دي نفس القصة اللي كانت موجودة في المنتخب السنغالي. مع كله بالي. بالزبط. نهاية. ما كانش فيه حد في منتخب السنغال بيبدأ الهجمة. بيبني الهجمة من تحت. وده اصل على الاداء في النص الملعب والهجوم في المباراة. بالزبط. لان فيه في بعض المدربين يعني زي مثلا كابتن عبادة النحاس. من الناس اللي هي بتضغط على البكات. دايما بيلعب الطرف والطرف ويضغط على البكات. فانت لازم مثلا لو مدرب تاني يعامل ضغط عالي على المساكين. لما تيجي تبني هتبني عندي مين? اللي مش ممسوك. وبالتالي ان يكون عندك لعيب بيبني الهجمة من تحت. الاهم حاجة كمان الشخصية. شخصية علي معلول عنده روح وعزيمة واسرار رهيل. لا كابتن منتخب تونس وخدرات طهيلة. دي دي حاجة مهمة جدا. اللعيب اللي بيشيلك في الوقت الصعب ده. فكرني ببعض الاوقات بصراحة ببعض اهداف ابو تريك في المباراة الدوري. ما نسالوش ابدا جون للتحق. وجون الجيش. وجون بتاع امبيرح. دي مباريات حاسمة. لعيب عنده شخصية.